تاريخ الحفريات هذه الحفريات طبعا نقسم الحفريات إلى مرحلتين مرحلة أولى ومرحلة ثانية وكل مرحلة من هذه المراحل تنقسم إلى عدة أقسام ثم سنتحدث عن مميزات كل مرحلة وبعد ذلك إن شاء الله سنتحدث عن آثار الحفريات في مدينة القدس والمسجد الأقصى ثم النقطة الأخيرة مقاومة الفلسطينيين للحفريات كيف يقاوم الفلسطيني الحفريات إلى التفاصيل الحفريات في مدينة القدس تنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي من 1838 إلى 1967 إذن المرحلة الأولى من 1838 إلى 1967 حتى عام 1967 عام 1967 هو تاريخ مهم بالمناسبة هذا التاريخ هو احتلال الكيان الصهيوني إلى غزة وشرق القدس واحتلاله للضفة الفلسطينية باقي فلسطين لذلك احفظوا جيدا المرحلة الأولى من عام 1838 إلى عام 1967 المرحلة الثانية من عام 1967 إلى عام 1912 مرحلتين سنتحدث في المرحلة الأولى المرحلة الأولى بدأت الحفريات الأثرية في القدس في بداية القرن التاسع عشر وبدعم من المؤسسات والجمعيات الصهيونية هذه المرحلة كانت بدعم من المؤسسات والجمعيات الصهيونية للبحث عن أي معلم أثري حول الهيكل المزعوم ونتيجة لذلك توالت البعثات الأثرية التي زاد عددها عن 30 بعثة 30 بعثة في بداية القرن التاسع عشر هذه البعثات كلها تبحث عن أي أثر أي قطعة أثرية تدلل أن للصهاينة آثار للصهاينة حضارة في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى لنرى هذه البعثات 30 بعثة تقريبا بعثة العالم الأمريكي إدوارد روبينسون في عام 1867 والتي قامت بعمل مسح دوبغرافي للمدينة حيث اكتشف مقطعا من قوس عريض بارز في الجزء الجنوبي في الحائط الغربي وسميه فيما بعد بقوس روبينسون وهو مكان يقع بجوار حائط المبكة كما يدعون هو حائط البراق بعثنا البعثة الثانية هي بعثة تشارلز ويلسون وبعثة تشارلز وارن في عام 1867 هذه البعثة كانت بتمويل من صندوق الاستكشاف الفلسطيني طبعا تابع للحركة الصهيونية وباستخدام الرشاوة والعلاقات الشخصية تم التنقيب باتجاه الجدران الشرقية والجنوبية والغربية للمسجد الأقصى خاصة عند باب السلسلة والقطانين إذن بعثة العالم الأمريكي البعثة الأولى في هذه المرحلة قلنا هذه المرحلة فيها 30 بعثة 30 بعثة علمية كانت تبحث وتنقب وتقوم بالحفريات في مدينة القدس وحول المسجد الأقصى أول بعثة على سبيل المثال من هذه البعثات بعثة العالم الأمريكي إدوارد روبينسون في عام 1867 البعثة الثانية بعثة تشارلز ويلسون وتشارلز وارن في عام 1867 كانت بتمويل من الصندوق الاستكشاف الفلسطيني استخدم الرشاوة هذا هؤلاء استخدموا الرشاوة من أجل الوصول إلى المناطق الحساسة كي يقوموا بالتنقيب في هذه المناطق طبعا فلسطين كانت في ذلك الوقت تحت الحكم العثماني فهم رشوا بعض الولاء وحكام الأقاليم في الدولة العثمانية ليصلوا إلى أهدافهم طيب بعثة الكابتن باركر الذي حول بعثته عام 1909 بالإدعاء أنه يبحث عن كنوز سليمان ومن أجل ذلك استخدم الرشاوة للسماح له بالتنقيب هذه البعثة جاءت وقال نحن نبحث عن نريد أن نصل إلى كنوز سليمان عليه السلام وبدأ هذه الذريعة التي تذرع بها بعثة هاملتون عام 1931 اكتشف أساسات باب العمود الرومانية وخندقا عند باب الساهرة وشارعا مبلطا وقنوات مائية رومانية طيب اتصف تلك الفترة بما يلي هذه المرحلة المرحلة الأولى من التنقيبات والحفريات من عام 1838 حتى عام 1867 عام 1967 اتصفت بعدد من المميزات من المواصفات واحد كانت بعثات التنقيب تتم تحت غطاء علمي بذريعة الدراسات التاريخية في المدينة هكذا هكذا كانوا يدعوا دائما يدعوا دائما أنهم جاءوا لينقبوا عن الآثار عن الآثار وبطريقة علمية يدعوا العلمية زي بعثة تشارلز ويلسون وتشارلز وارن وبعثة تتوارد روبينسون في 1867 كلها كانوا يدعوا أنهم جاءوا من أجل العلم وتقديم خدمة للعلم عدم وضوح من الملاحظ أن هذه المرحلة الأولى أولا اتصفت أنهم كانوا يتسطروا بالعلم ثانيا عدم وضوح أهداف عمليات البحث والتنقيب في المدينة لدى المسؤولين والمجتمع المحلي الفلسطينيين كانوا لم يلتفتوا لحتى الآن لم يتنبهوا إلى أهداف هذه العمليات كانوا يعتقدوا فعلا أنها عمليات تنقيب علمية ثلاثة رغم طول الفترة الزمنية من 1838 إلى 1967 فترة زمنية طويلة جدا طويلة جدا رغم طول الفترة الزمنية لهذه المرحلة التي تجاوزت القرن إلا أن نتائجها كانت محدودة لا يوجد نتائج حقيقية لا يوجد اكتشفوا بعض الآثار بعض الآثار الرومانية الكنعانية الإسلامية لم يجدوا أي شيء له قيمة عند الصهاينة كذلك لو لاحظتم أن هذه الحفريات بعيدة عن المسجد الأقصى لم تدخل تحت المسجد الأقصى معظم الحفريات تمت حول المسجد الأقصى حيث لم يسمح بالتنقيب أسفله نقطة أخرى ظلت بعثات التنقيب على شكل بعثات صغيرة وبتمويل من مؤسسات صهيونية غير رسمية في ظاهرها مثل صندوق استكشاف فلسطين دائما تحمل يافطة أخرى دائما تحمل يافطة أخرى لم تفصح عن أهداف عن أهداف هذه الحملات الاستكشافية بالمطلق تشكلت في مدينة القدس عدة مدارس أثرية تعنى بالبحث والتنقيب مثل المدرسة الألمانية للآثار في هذه المرحلة والمدرسة الفرنسية والأمريكية والبريطانية في هذه المرحلة نجد أن في مدينة القدس تم تأسيس عدد من المدارس التي تهتم بالتنقيب عن الآثار المدرسة الأمريكية للآثار المدرسة البريطانية للتنقيب عن الآثار المدرسة الفرنسية للتنقيب عن الآثار وهكذا كانت هذه المرحلة بداية لعمليات التنقيب عن الآثار ومهلة الطريق لبعثات تالية هذه تعتبر بداية وتمهيد كانت هي التي وضعت الأساسات الأولى لعمليات التنقيب في مدينة القدس المرحلة الثانية وهذه المرحلة هي الأخطر من 1967 حتى 2012 1967 إسرائيل احتلت باقي فلسطين احتلت شرق مدينة القدس كل مدينة القدس في يد الصهاينة طيب لنرى ماذا حدث في هذه المرحلة طبعا هذه المرحلة تتكون من عدة مراحل بالمناسبة هذه المرحلة تتكون من عدة مراحل لنرى منذ احتلال مدينة القدس بالكامل في ال67 بدأت الحكومة الصهيودية بأعمال الحفر والتنقيب تحت المسجد الأقصى وحوله حيث مرت هذه الفترة بعدة مراحل المرحلة الأولى نحكي عن المرحلة الأولى والثانية مع بعضهما البعض بدأت المرحلة الأولى والثانية في أواخر عام 1917 واستكملت سنة 1969 اذن المرحلة الأولى والثانية من 1917 ل1969 بتمويل من الجامعة العبرية وبرئاسة البروفيسور بن يامين مزار وقد تركزت الحفيات بعمق 14 متر 14 متر نزولا تحت الأرض عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى يقترب من المسجد الأقصى والجزء الجنوبي من الحائط الغربي حتى باب المغاربة حيث تم الكشف عن آثار رومانية وبيزنطية وإسلامية قصور أموية ونتيجة للحفريات تصدعت بعض الأبنية الإسلامية فقام الاحتلال بتجريفها اذن المرحلة الأولى والثانية من عام 1917 من وعد بلفور وحتى عام 1969 هذه المرحلة أشرفت عليها الجامعة العبرية وبقيادة أحد بروفوسورات الجامعة المتخصصين لبروفوسور بن يمين مزار تركزت الحفريات 14 متر عمقا كانت الحفريات تتركز عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى والجزء الجنوبي من الحائط الغربي حتى باب المغاربة نتائجها كشفها عن آثار رومانية رومانية وبيزنطية رومانية يعني قبل البيزنطيين بيزنطية يعني الدولة الرومانية الشرقية اللي أصبحت عاصمتها القسطنطينية ثم آثار إسلامية أموية للدولة الأموية طيب المرحلة الثالثة إذن حكينا عن المرحلة الأولى والثانية الحفريات تنقسم إلى مرحلتين مرحلة أولى 1838 ل1967 مرحلة الأولى حكينا أن هذه المرحلة كانت تتسطر وكانت بشرف وبدعم صندوق الاستكشاف فلسطين وبعثات أجنبية بحجة أنها جاءت لإجراء أبحاث علمية تحدثنا عن ذلك المرحلة الثانية هي المرحلة من عام 1967 ل2012 يعني العصر اللي إحنا فيه هذه المرحلة تنقسم إلى عدة مراحل حكينا عن المرحلة الأولى والثانية عن الأولى والثانية المرحلة الأولى والثانية اللي تقريبا استمر لعام 1969 وحكينا الآن المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة بدأت 1970 ولليوم مستمرة امتدت الحفريات فيها لمسافة 180 متر 180 متر وبعمق يتراوح ما بين 10 ل 14 أسفل أبواب الجدار الغربي للمسجد الأقصى لاحظوا وين دائما مركزين هم الناحية الغربية للمسجد الأقصى دائما ومجموعة من الأبنية الدينية والحضارية مثل سوق القطانين كما قامت السلطات الاحتلال ببناء الكنس اليهودية أسفل المحكمة الشرعية والمدرسة التنكزية هذه كلها آفار إسلامية طيب المرحلة الثالثة بدأت 1970 ومستمرة لليوم هذه المرحلة 180 متر التسعة وعمق من 10 ل 14 متر هذه المرحلة ركزت أسفل أبواب الجدار أبواب الجدار الغربي للمسجد الأقصى ناحية الغرب وأسفل مجموعة الأبنية الدينية والحضارية مثل القطانين سوق القطانين والمدارس المدرسات المحكمة الشرعية والمدرسة التنكزية وهكذا طيب المرحلة الرابعة والخامسة تمت خلال عامين 1973 للأربعة وسبعين من الثلاثة وسبعين للأربعة وسبعين حيث تركزت الحفريات خلف الحائط الغربي حائط الجنوبي للمسجد الأقصى بمسافة تزيد عن 80 متر أسفل محراب المسجد الأقصى تحت المسجد الأقصى وجامع عمر والأبواب الثلاثة للأروقة السفلية للمسجد الأقصى بعمق 13 متر مما يعرض الصور والمسجد الأقصى للانهيار تحت المحراب وبيفحروا 13 متر تحت المحراب تحت قواعد المسجد الأقصى ب13 متر هذا خلق صدوع في جدر المسجد الأقصى وفي جدران المسجد الأقصى وفي أروقة المسجد الأقصى هذا سبب التشققات والتصدعات في المسجد الأقصى مرحلة خطيرة جدا هذه الرابعة والخامسة اللي من الثلاثة وسبعين للأربعة وسبعين طيب المرحلة السادسة في الخمسة وسبعين بدأت سنة خمسة وسبعين بالقرب من منتصف الحائط الشرقي للصوري المدينة والمسجد الأقصى لتهدد بإزالة القبور الإسلامية التي تحتوي على رفات العديد من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوسل أنصاري وعملت على مصادرتها لصالح منتزه إسرائيل الوطني هذه المرحلة السادسة في الخمسة وسبعين بالقرب من الحائط الشرقي لصوري المدينة والمسجد الأقصى هذه عملت على إزالة القبور الإسلامية التي تحوي على رفات كبار الصحابة الذين عاشوا في مدينة القدس مثل عبادة بن الصامت وشداد بن أوسل أنصاري وصادرت هذه المناطق وحولتها إلى منتزه وطني للصهاينة المرحلة السابعة هذه المرحلة استهدفت توسيع وتعميق ساحة البراق البراق الشريف بضم أجزاء إضافية من الأراضي العربية المجاورة للساحة وهدم ما عليها من مباني المرحلة التامنة تعد استكمالا للمرحلتين الرابعة والخامسة حيث تركزت الحفريات خلف جدران المسجد الأقصى الجنوبية مما يهدد ومما هدد بتصدع هذه الجدران حيث أن الهدف منها كشف مدافع ملوك إسرائيل في مدينة داود المرحلة التاسعة بدأت الحفريات فيها في 1981 أسفل الحائط الغربي ما بين باب السلسلة والقطانين باتجاه الشرق لمسافة 25 متر وعمق 6 متر وصولا إلى أسفل سبيل قايت باي وقد كانت محاولات لحفر فتحة رأسية للنفق كبوابة ثانية لتوفير التهوية ولإضاءة وتسهيل صلاة اليهود فيه وهذه الحفريات أدت إلى حدوث تصدعات في الأروقة والأبنية الموجودة فوقها العاشرة وهي أخطر المراحل لاستمراريتها وتشعب عمليات الحفر والتنقيب وتفريغ الأترب والسخور من تحت المسجد الأقصى تحت المسجد الأقصى العاشرة وقبة الصخرة مما يعرضها للتصدع والانهيار وأجريت الحفريات أسفل سور المسجد الغربي وصولا إلى باب الغوان من بطول 450 متر نصف كيلو وقد استكملت الحفريات عقبة ذلك في النفق حيث تم إقامة كنيس في أوسع أجزائه ومدينة سياحية يهودية أسفل المسجد الأقصى يؤدي إلى الزاوية الجنوبية الغربية منه وإقامة ما يعرف بالهيكل الصغير في موقع رباط الكرد الجدار الغربي للأقصى في هذه المرحلة حفروا نفق طويل جدا أسسوا كنيس يهودي تحت المسجد الأقصى أسسوا هيكلا مصغرا أسسوا متحفا تحت المسجد الأقصى أخطر المراحل للمرحلة العاشرة لأنها توسعت بشكل كبير جدا واستهدفت المسجد الأقصى بشكل واضح ومباشر تميزت الفترة نشوف مميزات الفترة الثانية أو المرحلة الثانية من التنقيب اللي اللي قلنا من من السبعة وستين لألفين واثناش ما هي مميزاتها؟ خطيرة المرحلة الأولى طويلة نتائجها ضعيفة الفلسطينية لم يعرفوا بوجهتها وبأهدافها كان بدعموها الصندوق استكشاف فلسطين التابع للحركة الصيونية كانوا دائما بيبعثوا علماء ومستكشفين وبحجة أنهم جايين يعملوا أبحاث ودراسات علمية طيب جميع الحفريات في المرحلة الأولى بعيدة قليلا عن المسجد الأقصى لم تستهدف المسجد الأقصى المرحلة الثانية من السبعة وستين لألفين واثناش لاحظوا مميزاتها أخذت عمليات التنقيب طابعا رسميا بإقرار حكومي من خلال مصلحة الآثار الصيونية الأولى كانت يعني أكثر شيء بتدعمها مؤسسة جامعة مؤسسات لكن هذا قرار حكومي سياسة دولة اثنين تواصل عمليات البحث والتنقيب خاصة تحت أساسات المسجد الأقصى وأروقته استهدفت أساسات الأقصى والأروقة تلاتة تركزت الحفريات أسفل الحائطين الغربي والجنوبي دائما الغربي والجنوبي الغربي والجنوبي باعتقدوا أنه هناك لهم آثار هل وجدوا آثار؟ لم يجدوا أي شيء أدت نتائج الحفريات إلى حدوث تصدعات وانهيارات في العديد من أروقة ومباني المسجد الأقصى والأحياء المجاورة له هذه المرحلة هي المسؤولة عن تصدع جدران المسجد الأقصى وانهيار بعد الجدران الإعلان عن اكتشافات جديدة تتعلق بالتاريخ اليهودي لخلق الذرائع لمواصلة أعمال الحفر تحت المسجد الأقصى وقبة الصخرة في هذه المرحلة المرحلة التانية والخطيرة من السبع وستين إلى 2012 أعلنوا أنهم وجدوا بعض الآثار اليهودية وهذا كذب وافتراء هذا كذب وافتراء أصلا لماذا أعلنوا لكي ينشطوا الهجرة من أوروبا ومن أمريكا إلى إسرائيل ويثبتوا المجتمع الصهيوني الذي يريد أن يفر ويعود إلى بلده الأصلي السكان الصهاين الذين يسكنوا فلسطين كل يوم تسول لهم أنفسهم أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية خصوصا أن الشعب الفلسطيني صامدوا بطور في مقاومته فالآن أصبحوا بحاجة لأن يعلنوا للعالم أنهم اكتشفوا أشياء يا يهود يا صهاين في فلسطين لقد اكتشفنا أشياء لكم علاقة بفلسطين هذه المنطقة مقدسة لكم هذه المنطقة جديرة بأن تبقوا عليها جديرة بأن تتحملوا قليلا قليلا من الفلسطينيين لأن تاريخكم في هذه المنطقة طبعا كله كذب وافتراء التوزيع الجغرافي للحفريات الأثرية في القدس وقد تركزت أعمال الحفر في عدة مناطق ممثلة فيه ننشوف الجغرافية تبعة الحفر أين كانوا يركزوا؟ دائما يركزوا في أماكن معينة لماذا يركزوا في هذه الأماكن؟ لاحظوا معي أولا الحائط الغربي للبراق طيب الحائط الجنوبي قرية سلوان الحائط الشرقي الحائط الشمالي لنرى الحائط الغربي يعني حائط البراق أطلق عليه اليهود اسم حائط المبكة قالوا عنه الحائط المبكة هو الحائط الجدار الذي يقومه بتنفيذ ممارسة بعض الشعائر عند اليهود بيجوا بمارسوا بعض الشعائر ومن أجل إنشاء ساحة واسعة لإقامة التقوص الدينية اليهودية عند هذا الحائط حائط تعتبروا مقدس طبعا بدهم ساحة يحطوا كراسي يقعدوا يرتاحوا يلقوا خطب كذا ماذا فعلوا؟ عمد الاحتلال إلى تدمير حائط حارة المغاربة شوفوا الساحة اللي بجوار مقابلة لحائط البراق هذه حارة المغاربة في السبع وستين بعد اسبوعين من احتلال الصهاينة للقدس مسحوها دمروها إلى تدمير حارة المغاربة وتسويتها بالأرض وتهجير سكانها وقد كشفت أعمال الحفر عن أساسات حائط البراق وعن آثار إسلامية ورومانية بينما لم يعثر الصهاينة على أي معلم أثر يدلل على الوجود اليهودي في فلسطين لذلك يخطط الاحتلال للإزالة لتلك الآثار بحجة توزيح ساحة الصلاة لليهود وتسهيل اقتحام اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى كل ما بفحروا حوالين البراق بتطلع لهم آثار آثار إسلامية آثار إسلامية فعمدوا إيش إلى تدمير كل المنطقة بحجة إنه حائط البراق وبدنا نوسع حوالين حائط البراق اللي هو بسموه حائط المبكى لكي يتخلصوا من هذه الآثار اتنين الحائط الجنوبي ليش مستهد فين الحائط الجنوبي أولت بعثات الآثار الحائط الجنوبي اهتماما كبيرا ولكن النتائج كانت كانت أفضت إلى آثار بيزنطية وإسلامية بلاقوا آثار بيزنطية وإسلامية فش لهم آثار فقد تم العثور على قصور أموية ملاسقة لهذا الجدار وحاولت دائرة الآثار الصهيوني يطمس هذه المعالم بنقل الردم وإقامة درجتين ومصطبتين مخاميتين فوقها أمام الأبواب الثناء والثلاثي والمفرد صاروا يحطوا يعملوا درجة يحطوا رملوا يغطوا فيها من أول ويغطوها لكي يطمسوا آثار الحضارة الإسلامية في هذه المنطقة كما قال غستاف لوبون أن حضارة اليهود أن دور اليهود في الحضارة الإنسانية يساوي صفر ليس لهم أي حضارة أنا أتحدى في أي منطقة في الكرة الأرضية أن تأتوني بأي معلم أثري له علاقة باليهود لا يوجد لا يوجد ثالثا قرية سلوان تعرضت هذه القرية لأعمال الحفر وتنقيب مكثفة ومستمرة حيث تم الكشف عن نظام معقد لنقل المياه يعود إلى 1800 سنة قبل الميلاد وبقايا برجين حجريين استخدمة لتدعيم شبكة المياه وقطع فخارية اقترنت بالعهد الكنعاني وجدوا آثار كنعانية كما قامت سلطة الآثار الصهيونية عام 2007 بحفر نفق جديد يبدأ أسفل منطقة عين سلوان بمحاذاة مسجد عين سلوان متجهن نحو الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى أسفل مبنى المتحف الإسلامي بطول 800 متر حتى يصل المدينة السياحية أسفل قبة الصخرة ومتوضأ الكأس وبعمق 20 متر وعرض 5 متر وهذا أدى إلى حدوث انهيارات عدة هم قرية سلوان كانوا باعتقدوا أنه قرية سلوان هي المكان اللي كان فيه داود عليه السلام وسيدنا سليمان وكذا عندما حفروا وتعمقوا وجدوا آثار كنعانية ماذا يعني ذلك؟ أصلا أول من سكن فلسطين هم الكنعانيين إذا أنت وصلت للكنعانيين للآثار الكنعانية في هذه المنطقة معنات الكلام لا يوجد شيء تحتها لا يوجد شيء تحتها إذا أنت وصلت إلى آخر الآثار إذا إلك شيء أنت آثار ممكن يكون فوق الآثار الكنعانية لكن لم يجدوا فبالتالي بالتالي انتهى أقدم آثار في فلسطين هي الآثار الكنعانية لأنه الكنعانيين هم أكثر أول الناس اللي سكنوا في فلسطين وسكنوا قبل 2500 سنة قبل الميلاد الحائط الشرقي من أبرز الآثار المكتشفة لما حفروا حول الحائط الشرقي للمسجد الأقصى وجدوا مقبرة الرحمة التي تعرضت إلى أعمال النبش والحفر والتدمير حيث تم تجريف المئات من قبور الصحابة والتابعين وشهداء المعارك ضد الصليبيين بذريعة التطوير والإعمار وتحويل المقبرة لمنتزه وطني لطمس أي معالم ثري جدار الشرقي عنده مقبرة الرحمة عنده قبور الصحابة كبار الصحابة والتابعين والعلماء جرفوها وعملوها منتزه الحائط الشمالي الحائط الشمالي بدأت الحفريات الصهيونية عند باب الأصباط عام 1982 بحجة وجود بركة إسرائيل وانتهت الحفريات في الـ 84 دون أن يعثر أو يعثروا على أي معلم أثري لليهود في هذا المكان ولن يعثروا مشاريع مرتبطة بالحفريات مشروع واجهة القدس الاستيطاني يتمثل في مجموعة من المرافق السياحية والجسور والأنفاق والساحات الترفيهية في البلدة القديمة وحولها وذلك لتعزيز ربط اليهود بأرض الأجداد لمن هم بدأوا في عمليات الحفر والتنقيب والحفريات تحت المسجد الأقصى كانوا يقوموا بمشاريع ممولة مشاريع زي مشروع واجهة القدس الاستيطاني متحف الأجيال عملوا متحف فقد أقام اليهود مدينة سياحية أسفل مسجد قبة الصخرة تحت الأرض ومتوضع الكأس تحت المسجد قبة الصخرة ومتوضع الكأس تلتقي عندها الأنفاق المحفورة حيث تضم كنيسة يهوديا ومعهد ومتحف يهودي كل خطوط الأنفاق اللي تحت المسجد الأقصى تلتقي في هذا المكان تحت قبة الصخرة في هذا المكان عملوا متحف وعملوا كنيس وعملوا معهد وعملوا كذا عملين عالم آخر تحت المسجد الأقصى عالم آخر عملين تحت المسجد الأقصى الأفار المترتبة على الحفريات من المنطق والعقل ماذا يقول حفريات ليل نار تحت أساسات المسجد الأقصى ومعالم المسجد الأقصى أولا حدوث انهيارات وتصدعات أرضية للعديد من المعالم التاريخية والحضرية مثل انهيار الطريق المؤدي إلى باب المغاربة حدوث هبوط في المدرسة التنكزية وسبيل قايت باي بدت الشوالع تقع بدت الجدران تتصدع وبعضها ينهار وهكذا قيام شركات صغيونية بانتزاء أحجار الصور في البلد القديمة واستبدالها بأحجار جديدة بحجة الحفاظ على الصور ولكن هدفها من ذلك تزوير التاريخ وتهوي أقول لكم هل تعلموا أن الجامعة العبرية صنع الصهاينة صور الجامعة العبرية من أحجار المدن الكنعانية القديمة وكذلك مستشفى هداسة صنع الصور من أحجار المدن الكنعانية كي يضمنوا إذا جاءت بعثات أثرية أو يهود من الخارج مهاجرين لإسرائيل عندما ينظروا إلى هذه الأحجار والأصوار يظنوا أنها من آلاف السنين وتاريخ لليهود إصابة العائلات المقدسية بحالة من الخوف والقلق خشية تصدع أو انهيار منازلهم في أي لحظة ممكن منزلك ينهار لأنه بفحروا تحتيه توقفت حركة البيع والشراء بمحلات التحف الشرقية في البلدة القديمة منذ افتتاح نفق البراق في الست وتسعين بسبب مرور السياح عبر هذا النفق وتجنبوا المرور عبر الأسواق العربية في أسواق الأسواق في البلد القديمة السياح يأتوا ليشتروا من هذه الأسواق ماذا فعل الصهاينة؟ قاموا بعمل نفق كبير تحت البلد القديمة ويشتر القدس إلى شطرين فبالتالي السياح لا يدخلوا من هذه الأسواق يدخلوا من هذا النفق فتعطلت الحياة الاقتصادية والأسواق دمروا لماذا؟ لماذا؟ لكي يفقروا الفلسطيني ويجبروا الفلسطيني على بيع بيته وبيع محلاته التجارية هي سياسة الضغط طيب خلق وقائع على الأرض عزز الوجود اليهودي في المدينة ومضايقة العرب لدفعهم نحو ترك المدينة لم يتمكن اليهود من إيجاد أي معلم أثريوث بتحقيتهم بمدينة القدس طيب المقاومة الفلسطينية للحفريات رفض الفلسطينيون عمليات البحث والتنقيب التي تقوم بها البعثات الأجنبية في القدس طيب اشتعال فتير ثورة البراق هي أصلا ثورة البراق في التسعة وعشرين لماذا قامت؟ لماذا اندلعت؟ هي مقاومة للحفريات التي حدثت في منطقة البراق لأن الصهاني يريد أن يسيطروا على حائط البراق وقبل قليل كانوا قد هي محاولات والتي جاءت رفضا للمحاولات الصينية التي تهدف لتهويد الحائط ثلاثة قامت الهيئة الإسلامية المشرفة على المسجد الأقصى بتوجيه رسائل لكافة الجهات المعنية للمطالبة بوقف أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى ومحيطه لما يترتب عليها من تصدع وانهيار للمسجد بعده انتفاضة النفق لاحظوا انتفاضة تسعة وعشرين انتفاضة النفق في الستة وتسعين لما حفر النفق اللي عطل الأسواق قامت انتفاضة وقدم الفلسطينيون مئات الشغداء اندلعت بسبب افتتاح انتفاضة النفق بسبب افتتاح نفق أسفل مباني وأروقة المسجد الأقصى حيث اجتاعت كافة الأراضي الفلسطينية احتجاجا وصدامات مع الاحتلال أدت الاستشهاد 44 فلسطيني وإصابة 700 فلسطيني انتفاضة النفق في الستة وتسعين برز دور الشيخ رائد صلاح الذي تمكن من التصدي لمخططات الصهاينة لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه وإبراز المخاطر التي تهدد المسجد المسجد محليا وعالميا والقيام بفعاليات وأنشطة متعددة كترميم المصلى المرواني وإحياء ليالي رمضان في المسجد الأقصى وذلك لتعزيز الحضور الدائم والمكثف للمسلمين في ساحات وأروقة المسجد الأقصى إلى هنا نكتفي بهذا القدر ونلتقي المرة القادمة في اللقاء القادم إن شاء الله مع موضوع جديد من موضوعات تاريخ مدينة القدس